كرو اللي بيطلع معك ده مسئوليتك انت قائد الفريق بقى في الحالة دي فانت كل حاجة عمليا انت القناة وقفة على الارض متجسدة لحما ودما وشحما فانت اللي بتأمن وانت اللي بتحرك وانت اللي بتقول هنعمل ايه ومش هنعمل ايه انت صاحب القرار الاول والاخير ومسألة تأمينهم وما الى ذلك حاجة تخض فحكتلي على وقت تغطيتك للحرب في سوريا انا بقيت قاعدلوا ينهار بزق ينهار اوه اوه يعني هو الموقف الذي كنت بحكي لك عليه يعني كان داخل الاعراض السورية وكان زي ما قلت لك انه احنا بمفروض نصور معركة هتحصن ما بين ما تسمى بالميليشيات من الجيش الحر ضد الالة العسكرية السورية ايه يعني كانوا قالوا انهم ههجموا مطال في زباط ايرانيين اه واحنا منتكلم سعياتي احنا منتكلم على اه كان لسه الوضع مختلف الوضع اختلف بعدها يعني لكن كان لسه اه يدوبك الميليشيات المسلحة بقت مسلحة بقيت عندي سلاحة مهم يعني بغلد النظر كان المفروض اللي هو المنطقة اللي احنا هنصور فيها المعلاقة او كان بالليل احنا هنصور فوق اه من 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 جنب كبري او جسر معين وبنصور ونشوف المعلاقة فانا زي ما قلت لك انا فجأة احنا اه مفروض انه قائد العمليات اللي كان معنا وبيبلغنا مكان دا كويس فاخذنا فوق في الحتة اللي احنا بيقولينا قدي كبري احنا كنا عارف انت اي كبري بتبني فيه تحدي نفق بتعدي من العربيات وفي الحتة اللي ما بين الكبري نفسه بيبقى جنبية فيه زي حاجة كده اه مسلوبي كده اه ببني اه فانا كنا وقفين على الحتة دي وبعدين فجأة بدأت المعلاقة اه لقيت الكنورانة حوالي تلتمية ربعمية متر اه مجموعة عندها هاون والهاون دا اه مدفع او اه خفيف يعني اعتبر ومسافة ما بدتين كيلو ساعة ثلاثة خمسراشر كيلو وهو اه اه وفي الناحية التانية كان فيه قناصة اللي هم مفروض انه هم ايرانيين وتفجئنا انه المعلاقة بدأت من غير ما حتى الرجل داي وكان اه المصور كان تحت الكبري بالنسبة لي بعيد حوالي ميت متر ومسور معي ومعها المرافق امني اه 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 تبع الميليشيات او تبع السوريين ساعتها وكمان كان مرافق صحفي كان اه هو كان الولد كان دكتور اه من الناس النشطين في اللي كان من السوريين ودول اللي كان من السوريين وقاعد العمليات اه فالمنطقة بالنسبة لي انا فجأة لقيت المصور بيندها علي عمر وبيقولها لي باللهجة بتاعته اللي هو ما كانش مصري اه بيقول لي نصص راسك يا عمر انا بقيتش فهم انا انا في الحتة اللي انا فيها انا واقف على الحتة اللي اه انا مش عارف اش راحب العربي يعني المنزل كده المنزل اه انا واقف زي رامب وانت واقف زي اه بالضبط كده فانا اه فانا ما فهمت شواء زي انا لابس درع ولابس خوزة فانا فهمت حاجة راسك وانا ما بقيت راسي لقيت اه بنسميه خطاط اللي هو لونه احمر ده مثلا اه بيضرب قزايف اه وانت مع معكاتهم صوت لان دهو القناصة والقناصة غالبا دلوقتي البنادق دلوقتي اعتعدد ثلاثة كيلو يعني فيه ساعات انا اعرف ان في بلدة القناصة فوق الاثناشر كيلو يعني حاجة فظيعة لكن اتوقع ان انت معهم دول فوق ثلاثة كيلو مترو بيضرب اي شايف نيوم بتاعه فانا ما بقيت نقيت نفسي فجأة ما بين الهون وما بين القناص وانا في النص وواقف فكان لازم اتصرف ساعتها وطبعا بحكم خبرتي الكتير يعني انا بتكلم ان انا في الوقت ده كان عندي خبرة طويلة يعني انه اه لازم اتحرف بسرعة كنا في تلتاشر اربعتاشر اه 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 احنا كنا في تلتاشر اتناشر اتلتاشر اوكي اه ففكرت انه لازم انزل وانزل بسرعة في اللحزة اللي فكرت فيها انزل من من فوق لانا كاميرا من تحت وكاميرا معاها مستدني اي ظلمة ما فيش امل فيش اي حال لا فيش اى ضوء الضوء الوحيد اللي انا شفته اه الجأ crab foc for a بقض извест that اتت قائد العمليات ساعدة ضون ذكر اسم وبقض كان اسم ابو اسلام ابو اسلام ده فجأة تحول الى رامبو ماسك رشاش المسميه بي سي كي اللي هو بيبقى رشاش كبير شوية اللي هو ليه حاجتين كده بتتثبت على الارض وبيضرب فيها بس هو تقيل ما ينفعش تشيله هو ما شاء الله كان صحيته حلو لان ده عمل فيها رامبو واقف تحت الجسر عارف النفق اللي بتعدي من العربية واقف تحتيه وعمل يضرب نار فعليا فعليا اللي انت بتعمله ده لان ما فيش اي حاجة تحت احنا هنضرب مطار فالحرب فوق مش تحت يعني فهو كأنه اي انفعال يعني وبدأ يعمل كده فده كانت النقطة الوحيدة بالنسبة لاني اقدر ننزل منها يعني هو المكان الامن فلاقيت نفس حاجة بتاع ربع ساعة نايم على المضحرك ده ومش عارف عمل ايه وبعدين وكل اللي انا شايفه شايف الخطات الاحمر ده من فوقي والهون عمال يرد عليه وانا عمال بين وبعدين زي افلام السينما كده فجأة بدون اي سابق انذار لقيت نهار الدنيا نورت مرة واحدة والنورت دي اعتريها طائرة هيلوكوبتر فوقينا واضواء ما لكش يعني ملعبة يعني ما فيه الصوت وفجأة فاول ما نورت دي انا سبحان الله يعني ما اقولك هي واقع خبره مش واقع ولا شجاعة ولا بتاع لقيت نفسي لازم انزل يعني اخدت القرار ان انزل تحته بسرعة بس عشان انزل لازم اه فاني بقيت بتضحرك بانا لابس واقي واقي ده خمسة واحدة وعشرين كيلو الخوزة الواحدة خمسة كيلو شايل تقل وما قدرش تزحلق على البتاع ده ان انت عارف بيبقى ستوفي ده عشان ما يزحلقش اه فلازم واقف شوية فبقيت مرعوب بقيت ا ا ا ا ا ا ضحرك نفسي عشان ننزل غلط ما وصلت للمصور اول ما وصلت للمصور لقيت المرافق الامني اللي المفروض موجود معنا تتابع ميليشيا مسلحة وبتاع فبقى بقصص لي كده والدنيا بيقول لهم انا بتطمل على المصور انتم تمام يا شباب اه اوكي فقال لي انا مسانين او امرك هو قال اوامرك لي وانا تلبكت ينهر اسو ايه اوامرك لي لهو اخر حاجة انا يعني فعليا فعليا انت انا كموليسا انت انسان قبل اي حاجة طبعا مهما كان لان عندك خبرة مهما حتى لكون عندك خبرة عسكرية برضو انت انسان لحظة الرعب والخوف والفزع اللي انا فيها اللي هو فجأة اه بيقول لي اوامرك انا قلت اوامر ايه انا مش مسؤول عن نفسي بس انا مسؤول عن الاربعة عن حياة الاربعة بما فيهم انا وانا اللي اخد قرار وانا انا مسؤولين اوامرك وانا اوامرك ايه فانا يعني يعني انا نمشي نعد نستخبه قرار اللي هاخده يا هينوت واحنا باتكلم احنا بحكي على اه وضع احنا نكلم على اه مش اقولك دقايق احنا مكلمة ثواني احنا احنا لسه متضحرك ونازل والطريقة هليكوبتر لسه فوق في السماء يا يدوبك بتحرك تحركت على حتة تانية بس تشافونا يعني فهو قرار فهتبدأ ترش اه فانا لقيت نفسي اه انا لسه هفكر يعني اللي هو في الاخر بالزبط كده قلت لهم يلا ايه وتحركوا ويمشوا قدامي فانا لقيت نفسي بقول كده فادع بقيت قاعد عسكري جويس وما اقولكش يا يوسف على حصل احنا مفروض هنمشي احنا بنحاول نتفادى اه 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 القناص اللي ولا ظهر لنا غير ان بتقل هون احنا بنعرفش حصل لهم ايه لانه دربة بقى اقل منعرفش هم اتضربوا تقتلوا ولا ايه اللي بيحصل وغير بقى ان اخولا اللي هو اللي كاميرا فيها رمه ده شغال برضو عمال يضرب نار فانت فيه وسط معركة واحنا مفروض مدنيين بس الكاميرا اللي معاه صرفت انهم كنا جميعين كاميرا كبيرة كاميرا ووزنها اللي واحده خمساشر كيلو واشن كنا قصدين يجيب كاميرا جميلة عشان الزوم بتاعها كبير فخمساشر كيلو فا ومنزلها بالليل جلناها سلاح وايس قول احنا مش باخدين الترايبوت او الحامل بتاعهم ايه ماولكش احنا في الاخر هما كلهم جاريوا قدامي ومفروض هنمشي حدا بتاعك مثلا نقول مية وخمسين متن متر وايس وبعدين نخش في شارع جانبي بس في مية متر مية وخمسين متر ده مكشوف احنا مكشوفين فيه ده اللي لازم نجري فيه قلت لهم يلا ونجري جري كلهم مصور اول واحد المرافق امني بعديه المرافق الصحف اللي هو اللي بقولك عليه الدكتور ده كان قبلية وانا باجري وراه جري وبتاع فانا باجري وراه انا اخر واحد وبتاع هو بيجري انا سمع صوت حدا يعني امش عالف وصفها لك ازاي بس احنا دايما هقربها لك انو عالف افلام هوليوود ده ما يكونوا بيطاردوا واحد وتلاقي برشاش وتلاقي الرصاص يمين وشمال على الارض بس انت بتسمع بقى صوت لما الصوت اللي انا بسمعه انا ما بسمعش اي صوت انا بسمع بحاجة كدر ما بيش انا هو صوت الرصاصة بتحتك بالاسفلت واشوف الاسفلت فيه اا شرار بيطلة واحنا بنجري كان الدكتور ده فاد قال اي انا رقيت نفسي وقفت وفي نفس الوقت لازم ابص انت في حاجة بتاع قال لي لا 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 بس اتعورت من طوبة اوه فانا هو هده وقته طوبة ايه انشف معا شوية اجري اجري هو اجري وبقيت انا اخل واحد في الشارع اللي انا فيه رقصت انا يعني رقصت وترقصت بمعنى اصحا انا 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 لا انا رقصت من القذايف اللي عليها فيه واحد من تابعني على رجليك انا ما بشوفش انا بشوف شرار قدامي وشرار الوراية وكل ده وتسمع ومش سمع صوت انا مش عارف انا كل اللي بعمله بجري جزجزاج يعني كده حاجة كده لا اراضي يعني لا انا خبير ولا ولا موقف متكرر لكش يعني انا مش ممثل انا هموت اه وكل ده والمشكلة انت بفكرتش في نفسك انا بفكر وانا باصس قدام انا شفت الكاميرامان واقف وانا اه مع الموضوع الطيارة اللي عمالة تجري ورايا دي وببص على الكاميرامان الكاميرامان بيعبر الشارع بقى اخر حتة هنبقى في امان بعدها وهو بيعدي سامع واحد شد اجزاء تشك 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 وقف عندك وبيزع فيه بزع في الكاميرامان وويس ده مش شايفه وده مش شايفه وشايف الكاميرامان شايف السلاح والتاني شايف اه وده شايف خلاش نيكوف خويس وانا اللي بجري عليهم فالمشهد بالنسبة للرجل اللي معالس لها ده عملية ودول اه بيحالب ودول ممكن يبقى ضدنا من شكلنا اجانب بالنسبة لهم محناش من المقاومة او الصوال السوريين لقيت نفسي انا معرفش يعني عالف جريد جالي لغاية مالحقت الراجل قلت له ايه حق عندك انا مش عالف ايه شافني عارفني الصحافة قال لي قال لي انت اه انت مرسد مش هقول القناة اللي كنا فيها انت مرسد القناة كذا ايه احنا مش عالف ايه ايه ده الكاميرا ايه ده وبتاع حقنا نفسنا بس اللحظة اللي انا بحكي لك عليها في بعديها قصة طبعا ان احنا قعدنا متردين بتاع ساعتين يعني بس بس انا بتكلم اللحظة ان هو انا فدأ لقيت نفسي مسؤول عن حياة اللي وقرار يعمل ان اقول لك لانو قرار ده صعب جدا يعني انت في مواقف تانية تف الاخر مش مسؤول بس عن حياة اللي حواليك انت مشكلتك انت كمرسر ميداني لما بتطنع من المكان وفي حرب شغالة انت ممكن تسبب في الضرر اللي حواليك وممكن يكون يتقتلوا كلهم بسبب 번ك كانتو بkesبب يعني رايز يحاول يحميك اللي عايز يحاول يحميك ولي عايز يحاول وكمان والتعاوز يقتلك واللي عايز يقتلك وانت ممكن تبقى طالع كويس في مكان عايز تقول والله فيه مشكلة حصلت هنا مسلا فيه لاجئين فيه مش عارف ايه ايه تم تحديد مكانك فلو النظام مش عايزك او اي ان كان فيه جهة مش عايزك فيه جهة مش عايزك فهيجي اقتلك انت او هيخصف المكان فتبق انت تحديد حتى للمدنيين اللي انت فيهم اللي انت واقفوا سطو فاتنقل نفسك انت في مسئولية طول الوقت تحافظ على نفسك تحافظ على شغلك وعايز تطلع شغل وعايز تبين تظهر الحقيقة وتكشف للناس مش عايز تتسبب في ضرر للمدنيين ومش عايز تتسبب في ضرر للمدنيين ومش عايز تغضب اي حد انا عايز اعمل شغلي عايز تعمل شغلك بس انت بتغضب كل اللي حواليك طول الوقت بتغضب لنا مفيش ناس راضية عنك الا يمكن الجهازة الامنية اللي هي موافقة عليك انما غير كده اني سمحت لك بالدخول بس بالزبط انما غير كده انت مطارق